وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطخرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل يقول الإمام الصادق عليه صلوات المصلين خير العمل بر فاطمة وولدها خير العمل ما هو خير الأعمال هل هو الصلاة الصوم الزكاة الخمس والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك الرواية تقول خير العمل بر فاطمة وولدها الأم المعصومين عليهم صلوات المصلين كيف يمكن ذلك باختصار أولا لأن ربما شخص يتوهم أن في ذلك بعض الغلو أو بعض المبالغة لكن نقول لا غلو في ذلك ولا مبالغة أما أولا فلأن بر فاطمة عليه السلام هو بر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه قال فاطمة بضعة مني أو بضعة مني وكلاهما صحيح إلى آخر الرواية يغضبني ما يغضبها ويحزنني ما يحزنها أو يسوءني ما يسوءها وفي رواية أخرى فاطمة شجنة مني وهذه الغوايات موجودة عند السنة كما هي موجودة عند أتباع أهل البيت من الشيعة إذن أولا نقول بر فاطمة عليه السلام هو بر لرسول الله صلى الله عليه وآله والرسول أعظم هو أفضل كائنات الله على الإطلاق فإذا كان برها بره صلواته الله وسلامه عليه فإنه سيكون أفضل الأعمال بدون كلام هذا أولا ثانيا نقول بر فاطمة وولدها يتضمن إما بنحو الدلالة التضمنية أو بنحو الدلالة الالتزامية كل عمل صالح على الإطلاق فبر فاطمة يعني الصلاة لو أنت صليت فقد بررت فاطمة عليه السلام لو زكيت وخمست وحججت واعتمرت وجاهدت في سبيل الله وأمرت المعروف ونهيت عن المنكر فإن هذه وأشباهها ونظائرها وما أكثرها هذه كلها مندرجة تحت إطار وفي مدار وفي دائرة بر فاطمة صلواته الله وسلامه عليها شوفوا أنتو المثال الواضح المقرب للذهن الأب أكو ابن بر لابن بأبيه ما هو واحد أن يحترمه ويقدره ويقبل يده مثلا ويجلس جلسة العبد أمامه وكذلك أمام أمه هذا واضح البر الثاني أن يسمع كلامه أبوه يقول له صلي هو ما يصلي هذا بار بالوالد أبوه يقول الآن اذهب للسوق مثلا والتجر تجارة حلالة بدل أن تستجدي من الناس فلا يفعل هل هو بار بأبيه أو أمه لا إذن بر الأب ليس والأم بالاحترام فقط وإنما بالإطاعة أيضا وفاطمة الزهراء عليها السلام هي مرآة رضى الرب جل وعلا وسخطها مرآة سخط الله سبحانه وتعالى فبر فاطمة يعني شنو يعني أن تصلي لو لم يصلي الإنسان فليس بارا بفاطمته وولدها أمام الحسن أمام الحسين وصولا إلى المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف إذن هذا ثانيا أولا برها هو عين بر رسول الله لأنها بضعة منه فبرها عين بره لا لازم بره ثانيا لأن برها يتضمن كل الطاعات ويتضمن تجنب كافة المعاصي هذا هو البار حقا بالصديقة الزهراء عليها السلام وإلا كان بارا ادعاء بالكلام بمعسول الكلام كاذبا أو ما أشبه ذلك من بر الصديقة الزهراء عليه الصلاة والسلام الدفاع عنها الدفاع عن البقيع الدفاع عن سامراء الدفاع عن كل مؤمن محب لفاطمة الزهراء عليه السلام ظلم لأنه محب لها هذا من البربها وخلافه من العقوق كما هو واضح مثل واحد يضرب أباكم أو ابنكم بصفعة لا سمح الله فالإنسان يقول لا أنا مجغول وعندي أولويات ثانية فليصفع أبيانش عليها هذا عاق كما هو واضح فكيف لو انتهك حريم الزهراء عليه الصلاة والسلام كيف لو لم يقدر حقها حق قدره الذي يستحيل للبشر أن يقدره حقه لكن بالمقدار الذي يمكن إذا كانت هناك الآن جامعات في العالم باسم فاطمة الزهراء أقول جامعة في العالم في شرقه وغربه وشماله وجنوبه باسم فاطمة الزهراء عليه السلام أقول كليات متخصصة في دراسة سيرة الزهراء عليه السلام في دراسة حياة الزهراء عليه الصلاة والسلام لا هذا بر أن لا تكون كلمات الزهراء عليه السلام تدرس في المدارس الرسمية في مادة التربية أو في السياسة لأن أحاديثها منوعة في التربية والتزكية والسياسة والاجتماعي والاقتصادي وغير ذلك هل هذا الإنسان بر خير العمل بر فاطمة وولدها إذن أولا لأن برها هو نفس بر رسول الله ثانيا صلى الله عليه وآله ثانيا لأن برها يتضمن ويستلزم كافة الطاعات ويتضمن أو يستلزم تجنب كافة ما يبغضه الله سبحانه وتعالى ثالثا لأن برها أيضا له الموضوعية وله القيمة الذاتية كما أشرنا إلى ذلك في بحوث سابقة وربما غدا مساء سنفصل هذه النقطة بالذات حب علي عليه السلام له قيمة ذاتية ولذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله حب علي حسن لا تضر معها سيئة الوالد رحمة الله عليه كان يمثل لذلك بماء البحر إذا واحد على بدنه قاذورات أكو فغمس نفسه في البحر تزول هذه القاذورات كما هو واضح مطهر معقم حب فاطمة وحب علي والأم الأطهار هو أقوى من ماء البحر ذاك في المعنويات وهذا في المعديات فاطمة هي التي رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقوم لها إجلالا وإعظاما أتصور ويقبل يدها حقيقة شيء غريب رسول الله سيد الكائنات يقبل يد فاطمة عليها الصلاة وأسكى السلام ثم يحرق عليها بابها تصوروا هذه المفارقة سيد خلاق الله يقوم للزهراء من أنتم شايفين أب في العالم له مكان ومنزل يقوم لابنته كلما دخلت عليه ويقبل يدها ثم نفس الأتباع اللي يسمون أنفسهم بالصحابة يهجمون على دارها فيحرقون الباب مما ذكره علماء السنة والشيعة أيضا الهجوم أصل الهجوم لا شك فيه ولا ريب فيه لكن بعض التفاصيل قد يكون فيها اختلاف إذن ثالثا والحديث الطويل هذه إشارة مقدار ربع ساعة اللي يقتضي المقام حاليا وربما نكمل بعضه غدا أو في أيام أخرى إذا شاء الله حبه فاطمة وبره فاطمة له قيمة ذاتية هذا مثال من ضيق التعبير مثلنا مثل المعقم شلون المعقم عندما البدن يصاب بجرح فتهجم عليه الجراثيم والويروس والميكروبات مطهر أكو معقم الذنوب أيضا يطهرها ماذا الاستغفار من جهة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماع عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنينة ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فالاستغفار مطهر شلون واحد مذنب عشرين سنة يقول أستغفر الله بس عن ندم حقيقي يطهر ذلك نعم شنو الإشكال في ذلك كما أن الاستغفار لا إشكال فيه في أنه مطهر ومزك ومعقم ويرفع درجة الإنسان كذلك حب الزهراء عليها السلام بر الزهراء عليها الصلاة والأسكال السلام من برها والحديث طويل أن الإنسان على الأكل هذا اقتراح محدد يضع في باله على أقل تقدير يوميا خمس دقائق فقط اتصوروا إذا كل مسلم لأن حب الزهراء وبر الزهراء عليها السلام مسؤولية كل مسلم كما هو واضح نقلنا سابقا رواية البخاري حيث يقول فاطمة سيدة نساء أهل الجنة فلا يشك مسلم شيعيا كان أمسنية في مقام الزهراء عليها الصلاة والأسكال السلام فيجب على كل مسلم على أقل تقدير نقول هذا أضعف الإيمان من البر أن يتذكر الصديقة الكبرى عليها السلام وظلاماتها ولو باليوم خمس دقائق الذي ينبغي أن الإنسان طبيبا كان أم مهندسة أم عالما أم متعلمة في أي موقع كان أم مزارعة أم فلاحة أم بقالة أم تاجرة عليه أنه ليلة نهارة أن يخصص من وقته كله يعني في كل أوقات يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى وذاكرا لمن رضاها مرآة رضاح وغضبها مرآة غضبه هذا هو الشيء المطلوب حقيقة لكن الناس كثير منهم من أمثال هذا العبد الفقير ضعاف في هذه الجهة على الأقل خمس دقائق بعد صلاة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو في قلب الليل البهيم الإنسان يخصص خمس دقائق فقط يقول اليوم ما الذي صنعته لرسول الله صلى الله عليه وآله في الدفاع عن دينه وتعاليمه وقيامه ما الذي صنعته لبضعته الطاهرة ما الذي صنعته لإمام الحسن لإمام الحسين لإمام السجاد لإمام الباقر لإمام الصادق وصولا للمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف على الإنسان أن يكون خمس دقائق إذا يفكر اليوم شنو سويته بكرة شنو أسوي غدان ما الذي سأصنع أكتب مقالة عن زيدة زهرة عليه السلام جيد في الإنترنت في الشبكة العنكبوتية أنصح شخصة أحدث شخصة أرشد شخصة أهدي شخصة جيد أفكر بتفكيري من نمط آخر أكتب سيناريو أو أصنع فيلم أو أصاهم في صناعة وهكذا وأهل مجر والحديث طويل لكن في هذا المختصر هذا المقدار يكفي ونختم حديثنا بقصة قصيرة عن أحد علمائنا الأبرار الأولياء الصالحين العاملين وهو المرحوم آية الله السيد أحمد الإمام رضوان الله تعالى عليه هذا السيد من كبار علماء أصفهان وإيران وله من المؤلفات حوالي 200 كتاب طبع بعضها وكان رجلا هميما أسس الكثير من المؤسسات ورباء الكثير من الأخيار من رجال الدين ومن التجار ومن الشباب المثقف هذا الرجل كان محبا للصديقة الكبرى بل عاشقا لها بشكل غريب وكانت له مقامات وقصصه يطول ذكرها ويكفيكم أنه عندما توفي قبل الصلاة في المكتبة عند مكتبة باسم الزهراء عليه السلام واحد يأسس مؤسسات باسم الصديقة الزهراء عليه السلام كانت عند مكتبة باسم الزهراء عليه السلام توضأ لكي يأتي وصلي وهناك لوحة في الطريق مكتوب في تلك اللوحة إحدى الكلمات التي تتعلق بالصديقة الزهراء عليه السلام وصل عند تلك اللوحة وسقط وفاضت روحه إلى باري يعني حتى آخر اللحظة انتخبه الله إليه متوضعا في طريق الصلاة عند وتحت راية الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليه السلام هذا الرجل له كرامات كثيرة أحد المؤمنين رأاه في المنام سأله مولانا هذا المقام العجيب كرامات كثيرة يعني كثير من الحوائج يقضيها أنتوا على ما مجربوا توسلوا بروحه وانذروا نذر بأنه مثلا تبعثوا لألف صلوات ولشيعة أمير المؤمن عليه السلام كثير من الحوائج ستقضى عند إذن بدون كلام فهذا الرجل شهد في المنام سأله أحد الصالحين أنه كيف وصلت إلى هذا المقام اللي لك كرامات في حياتك مثلا وبعد مماتك فقال السر في ذلك مذكور في دفتر في كتيب لفلان كاسب في السوق أنا كتبت الجواب على هذا السؤال بخط يدي في ذاك الكتاب في ذاك الدفتر الرؤية صادقة لأن شاهد صدقها معها فما أجاب حوله على الواقع الرجل استيقظ ذهب إلى ذاك التاجر تاجر من الأخيار يقول بأنه قلت له هل السيد الإمامي قبل فترة زارك وكتب في دفترك يعني دفتر التجارة سجل الوارد والصادر وما أشبه هذاك هل كتب شيئا قال نعم بس ما أذكر شنو بالضوط راح جاب الدفتر وإذا به مكتوب ما ترجمته يقول لو أخذوا شريط قلبي يوما ما شوفون أنتو عندما واحد يروح إلى المطبات وعند عارض قلبي يأخذون شريط يبين أنه كيف حركت القلب وتقلباته لو أخذوا وصوروا شريط قلبي يوما لوجدوا واكتشفوا أن ضربات قلبي تقولوا يا زهراء وكان كذلك حقيقة دقات قلبه تنطق يا زهراء يا زهراء وكيف لا وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وهي التي يقول فيها الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام خير العمل بر فاطمة وولدها يقول لوجدتم دقات قلبي تنطق وتقول وتهتف يا زهراء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الخلص الكملين الذين يبرون رسول الله وبضعته الطاهرة الصديقة المحدثة وأبنائهم البررة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد